لما ابتدت شركات توظيف الأموال تشتغل، الدولة دعمتها بشكل ما عشان تشجع الاستثمار، وأكبر شركة كانت مجموعة الشريف، وصاحبها رجل الأعمال الحاج عبداللطيف الشريف، اللي كان معروف بلقب ملك البلاستيك، ومجموعة الشريف كانت عبارة عن 34 شركة، وعدد المدعين فيها كان ربع مليون مواطن، وفي مرة الرئيس مبارك راح عشان يفتتح مشروع من مشروعات المجموعة، وفي الافتتاح فاجئ صاحب المجموعة وقال له كرشك كبر قوي، لكن عبداللطيف الشريف مفهمش الرسالة، بس ضحك قوي خصوصاً إن كرشه كان كبير فعلاً، مبارك كان يقصد خد بالك احنا شايفين كل حاجة، وقالها من باب التحذير، لأن الشريف كان إخواني زمان، وبعدين قال إنه ساب الجماعة وملوش أي علاقة بيها، المهم مجموعة الشريف فضلت تجبر أكتر وأكتر، ورأس مالها في موضوع توظيف الأموال وصل لتلاتة مليار جنيه، ومرة تانية الرئيس مبارك راح يفتتح مشروع لها، المرة دي قال لصاحبها، اللي يا كل واحده يزور، الرسالة كانت زي ما بتاخد ادي للدولة حقها، وتصادف في الأيام دي إن موازنة الدولة كانت بتعاني من عجز في العملة الصعبة يوصل لربعمائة مليون دولار، وقتها رئيس الحكومة الدكتور عاطف صدقي، ومع مجموعة من الوزراء، منهم وزير الداخلية اللي وزاكي بدر، اجتمعوا مع أصحاب شركات توظيف الأموال زي السعد والريان والشريف، والدكتور عاطف صدقي طلب منهم قرد بربعمائة مليون، وقال لهم إن الدولة حتسدد بالتأسيط وبالسعر الرسمي للدولار، الحج عبداللطيف الشريف ما عجبوش الكلام، وقال لرئيس الوزراء، لا، السداد يبقى بسعر السوق السوداء، مش السعر الرسمي، احنا كده حنخسر كتير، ودي فلوس ناس، وهنا اللي وزاكي بدر هب فيه وقال له، جرى إيه عبدالطيف، انت مش باعتش لسه، دوسيهك موجود، والإخوان، وكله، لكن عبداللطيف الشريف فلوسه كانت مقوية قلبه زي ما بنقول، وقال لزاكي بدر، بلاش الحجك دي معالي الوزير، دي شماعة قديمة قوي، وبعدين شاور على الدكتور عاطف عبيد، اللي كان وزير التنمية الإدارية في الفترة دي، وكان حضر الاجتماع معهم، وقال ما تسأل الدكتور عاطف هو متجاوز مين، وكان يقصد إن عاطف عبيد متجاوز بنت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد خميس حميدة، الدنيا ولعت في الاجتماع، وحاول أحمد الريان يهدي الجو شوية، وقال إن شركته حتسلف الحكومة المبلغ، وحتتحمل المخاطر، بعدها الرئيس مبارك عرف باللي حصل، وطلب يدوره وراء مجموعة الشريف، وهنا كانت الكرسى، اكتشفوا بلاوي زرقة عملها الشركة بالمخالفة للقانون، ابتدى النائب العام المستشار رجاء العربي يحقق مع عبداللاطيف الشريف، وتصدرت الشركات بتاعته وتحطت تحت الحراسة، بسبب النصب على المدعين، وبعدين الحكومة بعت الشركات دي عشان ترجع الفلوس للناس، وبكده انتهت أسطورة أكبر شركة توظيف أموال عرفتها مصر في التاريخ، رحم الله الرئيس مبارك، وغفر له وتجاوز عن سيئاته، شكرا للمشاهدة